بتبدأ أحداث في المنى في الصين مع ست الشارسة والجنوب بتوعها واللي بيهجموا على إحدى معابد الشولن علشان يدمروا زعيمها ويستولوا على المنطقة الزعيم بيؤمر طلابه يهجموا عليهم بمنتهى القوة ولكن ضربة واحدة من حارس الست بيوقع الكل على الأرض الزعيم ساعتها بيقرر يدخل بنفسه للقتال وأول ما بيقرب من الست بيلاحظ أن قدراتها قوية جدا فبيستخدم أقصى قوته علشان يوقف أتبعها وبعدين يقتلها لكن البنت بتنطلق عليه بالسكاكين لحد ما بتقدر فعلا تجرحه واحد من أتبعها بالسهم بيوقع الزعيم على الأرض مش قادر يتحرك وبتبقى الست دي جاي يتدور على شخص اسمه تشان ومعه سيف خاص وشرير جدا هم عايزينه فبيأكد لهم الزعيم أن تشان ماشي وبيبقى خلاص هيموت لكن فجأة الكل بينتبه لتشان اللي بينزل قدامهم كلهم فبيخافه وأول ما بيسحب السيف الأسطوري الملقب بالمجنون بيطلع منه تنين يقضي على البنت وأتبعها في لحظات معدودة الزعيم ساعتها بيشكر تشان على مساعدته لكن بيلاحظ أنه بقى شرير جدا كل ما بيستخدم السيف وكده هيبقى خطر عليه وأول ما بيقترح الزعيم أنهم يدمروا السيف بيتصدم بتشان في لحظة بيقطع رقابته بالسيف وبيمشي وفي الليل بيروح تشان لمراته وحبه عمره الحامل وبتتمنى أنها تخلي البنت وبتطلب من تشان يهتم بيهم في المستقبل أكتر من كده لكن فجأة الزوجة بتتعب جدا وبينقلها تشان على البيت لأنها هتولد بس فجأة بيوصل للراهب الغامض اللي سلم تشان السيف الأسطوري من 3 سنين علشان يقاتل أعداؤه لكن الراهب أكد له أنه في وقت محدد هيرجع وياخد منه السيف علشان يرجع لحياته الطبيعية من تاني ولكن تشان بسبب القوة الكبيرة اللي بيحسها في السيف بيرفض أن يسلمه فبيأكد له الراهب أنه بالشكل ده مراته هتموت بس تشان مش بيسمع الكلام وقبل ما يخلص على الراهب بيسمع صوت طفله اللي تولد للحياة وبيسيبه وقتها الراهب وبيمشي بعد ما بيأكد له أنه هيسيب السيف معاه لأنه دفع تمنه وبعد مرور 20 سنة كاملة بيبقى فيه شخص في حانف مدينة يونهاي بجمع الناس وبيحكي لهم عن الحروب اللي قامت زمان وأن تشان صاحب السيف الأسطوري كان الأقوى على الإطلاق لكنه اختفى وبسبب الكلام اللي بيقوله الراجل ده بيغضب أحد الحاضرين لأنه من الطائفة المعادية للسيف الأسطوري وبيخلي رجالته يضربوه لكن وقتها بتوقفهم بنت شكلها غريب ومركبة شنب وبتعرفهم أنه فعلا السيف الأسطوري يقدر يهزم أي شخص ولما بيحاول واحد فيهم يهجم عليها بينباهر الكل من قوتها وطبعا بيخافوا يقربوا منها وبيسيبوها تمشي في نفس الوقت ده بيوصل مجموعة من الرحالة على نفس المدينة علشان يكسبوا أي فلوس وبيشوفوا مطعم عنده بنات كتير فبيقرروا يدخلوا لكن واحد فيهم بيرفض وبيفضل قاعد وبيتضح أنه تشان مبين عليه الحزن الكبير وبيقرر أنه يتمشى شوية أحسن ساعتها واحد من المجموعة بيسأل الزعيم عن تشان وبيعرفوا أنه عانى أكيد من صدمات في حياته لكن مش بيتكلم عنها أبدا وبيتجه تشان لمكان يلعب فيه أمر ويشرب لحد ما بيسكر تماما ساعتها صاحب المكان بيطرده برة وبينزل فيه ضرب لأنه مش معه فلوس كل اللي بيشوفه معاه هو حجر شكله غريب وبياخده وقتها بيتفاجئوا بالبنت اللي بشانب واسمها لينج بتديهم فلوس مقابل الحجر ده وبتبص لتشان اللي وقع في الأرض وبتقوله أنها تاخد الحجر وبتمشي وقتها بيفتكر تشان لما امرته أسمت الحجر نصين وطلبت منه يخلي نص معاه ونص مع بنتهم الرضيعة علشان لو تهوا في يوم يلاقوا بعض بسهولة لكن فجأة أحلام تشان بتتحول لكابوس وبيقوم من النوم مفزوع وأول ما بيصحى طبعا مش بيلاقي الحجر بيتجنن وبينطلق فورا بحسا عن لينج وبيلاقيها لسه ضربة شخص وطلعت تجري علشان يتضح أنها بتسرق من اللصص والأشرار علشان تساعد الأطفال المشردين على العيشة ساعتها بيجي لها تشان اللي تتبعها وبيطلب منها ترجع له الحجر لكنها بترفض وبتجري علشان يطلع يجري وراها وتشوف مهاراته وبمجرد ما بيقرب منها بتفهم أنه خبير في فنون القتال لكنه فجأة بيختفي لأن عم لينج وصل علشان يرجعها للأصر وده لأن عمتها تبقى حاكمة المدينة وما ينفعش تمشي لوحدها كده وطبعا عمتها لما بتعرف أنها بتتنكر في شكل راجل علشان تساعد الناس بتغضب جدا وبتتصدمتشان إنها تتجوز شخص من قبيلة تانية علشان عمتها تعمل تحالف معاهم فبتتجنن لينج وبتروح تهجم على الشخص ده ببيته وبتهدده علشان يسحب موضوع الجواز ده نهائي لكن الراجل والمساعب بتوع وبيخدعوها وبيرشوا عليها مادة سحرية بتجمدها تماما وما بتقدرش تعمل أي حاجة ساعتها الراجل بيحاول يستغل الفرصة ويعتدي عليها لكن بيوصل تشان في اللحظة المناسبة وبيفوقها وبيمنعها إنها تقتله لأنه مش عاوز يتورط في مشاكل كبيرة وبيطلب منها الحجر مرة تانية فبتوافق لكن بيبقى عندها شرط واحد وتاني يوم مجموعة الرحلة بيبقوا خارجين من المدينة وبيلاقوا الراجل اللي كان هيتجوز لينج بيقعوا قدامهم مقتول في نص الطريق وبيتضح إن شرط لينج كان إن تشان يهربها في صندوق وبتتفاجئ لما بتعرف بموت الراجل اللي كان هيتجوزها وكمان بالسكينة بتاعتها وبتعرف تشان إنها تروح تحل المشكلة دي وبعدين تبقى تديله الحجر وبتمشي في الوقت ده طبعا قائد عيلة الراجل اللي مات بيجيب المساعد وبيروحوا لعمة لينج علشان ياخدوا طرهم لكن العم بتبقى عندها مهارة عالية في الكنوفو وبتقدر تدافع عن نفسها ساعتها القائد بيعرفها إن الرئيس بتاعهم له قريب هيبقى موجود وهيدمروه من مدينة كلها بسبب اللي عملوه والعم بيتفاجئ إن ده فعلا السيف بتاع لينج وما بيكونش فاهم حاجة وبيبقى عايزها تهرب من هنا فورا قبل فوات الأوان لكن لينج بتصمم إنها تتصرف براحتها وبيسيبها العم وبيمشي وقتها بتتصدم بمجموعة من الرما بيطلقوا عليها السهم بهدف قتلها فبتحاول تهرب لكن بتتصب واحد من الأسهم في النهاية أما تشان في الوقت ده فكان قاعد بيشرب وبيفتكر كلام الراهب اللي عمل مع صفقة السيف زمان وبسببها حياته اتضمارت خصوصا لما رفض يسلمه السيف وقت ما كان اتمراته حامل وده تسبب في موت مراته وبيفوق اتشان بعدها من ذكرياته وبيطلع برا المكان يلاقي لينج مضروبة ومرمية في الأرض فبياخدها معاه وبيعالج جروحها فبتشكره لينج وبتسأله عن سبب مساعدته لها فبيعرفها تشان وقتها ان اسمها على اسم بنته اللي ما شفهاش من 20 سنة في الوقت ده بتتصدم العامة ان قبيلة لو داخلوا المدينة خلاص علشان يضمروها وبالفعل بيظهر له اللي بين عليه القوة ومعاه جيش من المحاربين وبيبقى له عاوز سر صناعة الأسلحة القديمة اللي محتفظة بالعمة لانه خاص بأسرتها وبيبقى له معاسف خطير جدا وليه قدرات فريدة من نوعها بتحاول العامة انها تتصدى لي بالرمح الأسطوري بتاعها لكن الموضوع بيبقى صعب جدا وبضربة واحدة له بينجح انه يوقع كل الرجال اللي معاها ساعتها بس بتتأكد العامة ان الراجل اللي قدامها ده مش سهل أبدا وبتوصل الاخبار لتشان ولينجي اول ما بتعرف بتبقى عاوزة تروح لهم فورا لكن تشان بيمنعها وساعتها لينجي بتطلع الحجر وبيحكي لها تشان ان بنته معاها النص التاني وانفصلوا عن بعض من 20 سنة ونفسه يلاقيها علشان ما تعملش مشاكل وسبت له الحجر بتاعه زي ما وعدته ومعا رسالة بتعرفوا فيها ان المدينة هي بيتها وما تقدرش تسيبها وتمشي تحت اي ظرف وقتها كان القتال فأعلى مستوياته بين العامة ولو والاتنين بيطلعوا كل قدراتهم لدرجة ان المكان بيتهز تحت انظر لينج اللي بتتصدم ان عامتها بتخسر قدام له وبتتعب جدا ده كمان بيتضح ان العام خاين وهو اللي ضرب العامة على غفلة وقعها وبتعرف ساعتها لينج ان العام نضم القوات له علشان يسيطروا على المدينة بالكامل ولما بيحاول انه يقرب من لينج بيجي رمح في سيدرو بيوقاه على الارض ميت الرمح ده كان من المقاتل الاسطوري تشان اللي بيدخلوا مع عصيته المجهولة تحت انظار الجميع وبيحاولوا رجالة له يهجموا عليه واحد ورد تاني لكن تشان في مستوى مختلف تماما وبيهزمهم بكل سهولة بمجرد ما بيفتح العصايا وبيتضح انه السيف الاسطوري وتشان كان رفض يستخدمه طول السنين دي لو اول ما بيشوف السيف الاسطوري طبعا بيطمع وبيبقى عايزه لانه بيمده بقوة خرافية لو بينطلق نحو تشان علشان يهزمه وياخد السيف لكن الموضوع مش سهل ابدا والشر اللي جوه السيف بيبقى عاوز يستحوز على تشان من جديد وتشان بيقاوم ولما بيحاول لو انه يأزي لينج بينطلق عليها تشان وبيلحقها على اخر لحظة وبيضرب كمان له ضربة قوية جدا لدرجة انها بتكسر له سيفه وفجأة له بيسأل تشان ليه ما رجعش السيف للراهب رغم مرور سنين طويلة وده بيشتت تشان للحظات وبيخلي له يهرب من المكان وقتها بتعرف لينج ان اللي قدامها ده هو تشان المحارب الاسطوري صاحب السيف المجنون وبيتضح ان الراهب عبارة عن خادم لكيان شيطاني مخيف بيتحكم في السيف المجنون وكان مستني تشان يستخدمه تاني علشان يسيطر عليه اما تشان فابتاخده العامة توري الكتاب السحر بتاعهم واللي فيه كل اساليب تصنيع الاسلاحة القديمة والاسطورية وده اللي كان عايز له والان العامة اصبحت ضعيفة بعد الهزيمة من له بتطلب من تشان يحمي لينج الفترة قصيرة مقابل انها تدي له الكتاب السحري اللي ممكن يوصله للراهب وبينطلق بعدها تشان ويلينج وقائد المجموعة بتاعة تشان واسناء الطريق بيتفاجئ القائد بواحد من المجموعة قرر يروح معاهم رغم انه طلب من الكل يفضل في المدينة وبيوصلوا اخيرا لمكان الست اللي قالت عليها العامة وبيرتاحوا عندها واسناء ما كانوا هناك بتقرر لينج تدي لتشان ريشة مميزة معاها من وهي صغيرة علشان تجيب له الحظ لكن فجأة تشان عينه بتتحول وبيشوف كل الموجودين في المكان مقتلين ومش بيفوق غير على صوت لينج وبيحس ان في حاجة غلط وبيرفض انه ياخد الريشة منها لان كل اللي بيقرب منه بتبقى نهيته هي الموت فقط لا غير لكنها بترفض الكلام ده وبتسيب له الريشة وبتمشي وفي الليل واسناء ما تشان كان نايم لينج بتسرق السيف وبتطلع تجري لكنه بيحسه بيروح وراها قبل ما ترميه وبتأكد له انه مش بيستخدمه بقاله عشرين سنة وده معناه انه مش عاوز يستخدمه بس تشان بيقدر ياخد منها السيف بسهولة في النهاية وبيفهم قائد مجموعة تشان ان الراجل بتاعه اللي رجع ده جاي علشان يسرق السيف لصالح له وده لانه هجم عليه هو ورجالتهم وخطفهم كلهم مقابل السيف المجنون في الوقت ده بيحكي تشان اللي حصله في حياته اللينج وبيحكي لها انه بعد ما الراهب ماشي وسابه بدأ يتخيل حاجات غريبة ويتصرف تصرفات متهورة بسبب السيف الملعون لدرجة ان مراته طلبت منه طالما مش قادر يبعد عن السيف يبعد عن بنتهم وده لان مراته شايفة انه فعلا تغير وبتحاول توقفه لكن بيحصل زي ما الراهب قال لتشان وبيقتل مراته بالغلط بعد ما هربت بنتهم ومن يومها ويتشان حاول يدمر السيف باكتر من طريقة وفشل فقرر يخليه معاه لكن ما يستخدموش ابدا ويحاول يوصل لمكان بنته الوحيدة بعدها بيمشوا الساوى وبيروحوا المكان علشان ياكله لكن فجأة تشان ولينجي بيفقدوا الوعي بسبب الاكل واول ما صاحب المكان بيقرب منهم تشان بيسحب السيف عليه وبيسأله ليه حطي لهم مخدر في الاكل فبيأكد له انه مقبر يعمل كده وإلا كانوا هيقتلوه الراجل بيفضل يتوسل لتشان علشان ما يقتلوش وبيتفاجئ تشان بقائد المجموعة بتاعته وواحد كمان ميتين بطريقة بشعة وبيتدايق جدا لانه قضى سنين حياته معاهم بحسا عن بنته وبيبدأ يعيط وطبعا قلب تشان بيتملي بالكره والحقد وده اللي عايزه الكيان الشيطاني علشان يتملك منه اكتر وبيشيل تشان لينجي معاه ويروح للست اللي استقبلتهم لانها كانت السبب في الخداع وبدون اي مقدمات تشان بيتباحها فورا وهو مش في وعيه وبتتصدم لينجي من اللي حصل وقتها الست بتطلع تميمة تخص لينج وكانت عينها معاها من سنين وبتبقى التميمة دي هي الحجر التاني اللي يخص بنت تشان وقبل ما يستوعب تشان اللي بيحصل بياخد ساهم بيوقاه على الارض في الحال لينجي لما بتشوف كده بتقرر تستخدم السيف المجنون علشان تدافع عنه ولكن بتفشل لينجي وبيتم القبض عليها وربطها وبيتصدم الشاب الخايم من مجموعة تشان لما بيلاقي لو بيخلص على باقي المجموعة بتاعتهم في لحظات وبيطلب ساعتها لو من الشاب ده انه يخلص على لينجي تماما وبيسيبه وبيمشي في الوقت ده بيصحى تشان وبيلاقي نفسه في قارب مع البنت اللي قتالها وبيفهم انها بنته بسبب الحجر وبيبقى تشان خلاص يئس من حياته وبيتمنى الموت لكنه بيحلم بمراته وبيقرر انه يكافح حتى الرمق الاخير وبيروح للعمة وبياخد منها الرمح الاسطوري بتاعها يمكن يقدر يوقف له المجنون وبالفعل بيروح عند لو وبيبدأ بينهم قتال من اشرس ما يكون وتشان لانه قدراته في الكنوف ومميازة جدا بيقدر يطور من الرمح اللي معاه ويدخل في قتال اسطوري حرفيا مع لو لحد ما بينجح تشان انه يوقع له لمسافة بعيدة جدا وياخد منه السيف المجنون لو مش مصدق اللي بيحصله بيقرر يبيع روحه للشيطان مقابل انه يحصل على سيف مجنون هو كمان وبيكمل الاتنين وقتها القتال الملحمي لحد ما بيقدر تشان في النهاية انه يضمر له مرة واحدة وللأبد ساعتها بيشوف قدامه الشاب الخاين ولينج وبدون مقدمات بيهجم على الشاب بيقضي عليه في الحال وهو مش في وعيه وبيقرب من لينج هي كمان والروح الشيطانية بتبقى عايزة يخلص عليها هي كمان لكن لينج بتفضل تفكره بهويته الحقيقية وبيفتكر تشام مراته وقتها وعلى اخر لحظة بيطعن نفسه بالسيف المجنون وبيقدر كمان انه يكسره نصين علشان يدمره تماما تشام باخر انفاسه بيسلم لينج الريشة بتاعتها وبيفارق الحياة وسط حزن كبير منها عليه وبيفرح الراهب والكيان الشيطاني باللي حصل طبعا وبيبدأوا يفكروا هيسلموا السيف لمين من البشر تاني علشان يسيطروا عليه وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة يا اسطورة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD Action